بسم الله الرحمن الرحيم بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيتين إلى فخامة الرئيس جورج تاولون عثمان ويا رئيس جمهورية ليبيريا صديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خارس تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنين سموه رعاه الله لفخامته وانفور الصحة والعافية والبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار بعث سمو للعهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنيتين إلى فخامة الرئيس جورج تاولون عثمان ويا رئيس جمهورية ليبيريا صديقة ضمنها سموه رعاه الله خارس تهني بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنين سموه لفخامته وانفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خارد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيات مماثلة